بسم الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حيباتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حيباتي الغالية تهات الفيديو هذا منخصص لوحد السيدة حطت السؤال ديالها توفى الزوجياله وحطت السؤال دياله في القناة وعندها بقعة أرضية وبغا تتبيعها أولا، لماذا قلت لك عندها بقعة أرضية وبغا تتبيعها؟ لبناء تقلسوا اسمعوا معي هذا الجواب اللي عطاكم استر بنتي خديجة قلت لي أنا رجل توفى ولداتي صغار وما خد دماش وكلش الناس قال لي سريسة ولي خد جاسة رويا وعندي وقعة أرضية وبغيت نبيعها هاد الوقعة الأرضية أولا ما تفرطيش فيها الأرض ما تفرطيش فيها قلت لها شوفي الوريقات دياله هادا وخليها تحت منك ان غاد يجي الوقت غاد يطلع الثامن ديالها وتقدري تبنيها تبيعيها تشريبيها يعني هاد يكرا كنز الحاجة الأخرى هي هاد البقعة يلي كانت في اسميتك انتي ملكك الخاص تقدري تصرفي فيها تبيعيها ترهنيها يعني ترهنيها لغير كلمة جابتها جابعك يعني ما تتركزوش عليها يعني تقدري تدري فيها اللي بغيت ملكك الخاص هادا ملكك انتي كانت الزوج ديالك كاتبها لك انتي حلالا طيبا ره ديالك تصرفي فيها كي بغيت كنتي وارتها من والديك ره ديالك انتي تصرفي فيها كي بغيت ولكن كان خلاها الزوج ديالك وفي اسمك وفي اسم اليتامة ما منحقكش تبيعي منها ولو سنتيم الا اذا كانوا ولادك بالغين صحاب الملك او استاشرتي مع ناس عارفين وكان عندك ارض اخرى وبغيت تبيعي هادك الارض باش تبني هادك الارض الاخرى لانها تسميت الولاد يعني تهزي بحيلة زيتي حولتي فلوسهم حطيتهم هادك الارض فهمتيني يعني ديالهم فهمتيني بحالش بحالش غان فهمك بحال دبا عندك جوز صنادق في الدار جوجه جوز صنادق ياك واحد فيه خمسين درهم واحد فيه ميتين درهم ياك هزيتي هديك خمسين درهم حطيتها مع هديك ميتين درهم يعني رام خب رامعاها مجموعة بحال هكا ولكن في اسم الولاد مش يتحطيها في ارض في اسمك انتي او في ملك شي واحد اخر او تكتبيها في ملك احد الابناء او تتزوجي وجي شي الزوج مثلا يقولك ارين بيقو هديك الارض نبنو بيها ارضي انا لا 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 هدك حيوان الايتام ملك الايتام مال الايتام عرفتي ايش ناوج قال الله راه من المحرمات الاربعة عشر محرمة في القرآن اللي حرمها الله سبحانه وتعالى هو اكل مال اليتيم بغيري حق وهنايا اذا بعتيها اه ومشيتي بغيري تشري بها دار فاسميتك واسميت الولاد لانك انتي كتش دي الثومون وليداتك كيش دو الباقي الى كانوا فيهم الذكور والاناث كان فيهم غير الاناث راه كيدخلو معاك ام الزوج الا كانت عيشة الاب ديال الزوج والاخوان ديال لا الاخوان كي عصو على البنات ولكن معرفة الى كان امه الاب دياله عيش المهم الى ما كانوش الى كانوا الاخوان دياله راه كيدخلوا معاك في الارثة لاش لانك عندك كان الاناث فهمتيني بحالاش ذاك شي معقد المهم بالنسبة لهاد البقعة ويك ويك تتصرفي فيها تصرف غير لاعق لهذا حبيبتي الغالية وبناتي الغاليات ما تتصرفوش في الاسميتو في الحيوان او ملك احنا كنقول حيوان يعني العملك او مال الايتام لانه ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم ردك شواعر خاصك تمشي عند العدول وتسولي كيف حالك جاتك الواحد إلا بغيت تبيعي وتانيا الارض ما تتبيعيهاش غديكبر واحد باقي صغير كنتي تبيعيها غتشري لهم بيها بيت راكد يعني يكون في اسميتكم كاملين ما شيف اسميتك انتي بوحدك غدي تكون وتكتبيه هاد البيت راه فيه الاملاك تحس بيه هذا الشيش حال جامل الواحد باش غدام اللي يقولوا لك هذا مش ميت دراف سميتك انتية وفمتيني بحالاش ما تعرفي الوقت شنو تجيب ما تعرفي لانه وما عندهم الملك ديانهم فهذاك شي سولي له هادشي كي بغي العدود يا منتي تسولي عليه العدود هادشي تطريت نديلك هاد الفيديو ولو قصير المهم غير باش تفهمي هاد القضيه هاد واني بيك والله يسهل عليك والله وخدمي قلبي على الخدمة خدمي قلتي ما خداماش وما عارت شنو ندير سولي انا اهنا اضطريت نديلك هاد الفيديو غالي حسب البقعة الارضية ما تبيعاش تخسريها وفي نفس الوقت ره ماشي ديالك بوحدك إلا كانت ماشي ديالك انا راهنا مقلت لي وش ملكي ولا ماشي ملكي ولكن الخدمة خدمي شوفوا عش كنقول لكم البنات سمعوني يا البنات في القناة عش كنقول لكم خدموا يكون عندكم ها هي الزوجيا لها ماتها وداها الله عنده هاتمشي تتحارب مع الله تقول هردلي زوجيا لا يخدم عليها لا انا مخدماش ها هي الشيء اللي كنقول لكم ها هي الشيء بحالها كالي كنقاسمكم يا البنات الله يجازيكم الله يسهل عليكم ديروا شيء خدمة ما تقول ليش قلسني راجلي من الخدمة اللي بقي الله خطبها شي واحد وقال ليها قلسني من الخدمة وهي قررها واليديها باش تزرسها راك تضحكي على رأسك ما شيء بزعمة غير باسم الزوج لانك بغيت زوجيا تسمحي في خدمتك باسم الزوج تقبلي على اي واحد باسم الزوج تقبلي تسكني مع ام الزوج و اب الزوج و اخوان و عنده اخوته مزايلة كانت غير امو بوحدها او الاب دي يالو بوحده تقول لي را ما عنده فين يلو حملة فين يدروب ولكن ما شيء غير باسم الزوج لانه دابا راه الوقت ولا تقاسح را ما شيء بحال بكري دابا مبقاش صفر لا عند الناس الكبار ولا عند الصغار فهمتوني تزيم وتزيمك وباك ومرتخوك تزيمك وباك ولكن راه الوقت قاسحة راه الوقت قاسحة فهمتوني لهذا خدموا دابا على باش غدا ما تقوليش المرت والدي ما دارتلي وما تقوليش والدي ما دارلي وبنتي ما دارتلي خدمي باش يكون عندك فلوسك تحتك تجيبيش كون يقابلك وينطفلك وينطفلك وينطقيك وينطقيك ويمشطلك شعرك وكل شيء بفلوس كندلو كل شيء وشكون يقابلك وذك الساعة صافي فاش تطيحي في الفراش را ذك الساعة اكيد غايقابلك وليداتك وخدمي باش الى ما يهز عليك الزوج تراريمو الى صباح تيك مدابزة معاه او مخاصمة معاه اللي قلتيني وعطيني يا رجي الخبز لك ما عنديه سيلا يبقى ينقرع عليك راكم عارفين كلكم عارفين هادشي الزوج شي حاجة بغا عنده ديالو وخارها مفروض عليه يصرف على بيته ولكن قات عارفوا شكوني فيكم ما العمر الزوجال قالهم ما عنديش قتلو بغتيا قبس 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 لا عنديش هدو عف الله عندي شوما قاتلو بغتيا expired حماما وقبس بغتام با muutين غلقي لانو متخاصم معاه kachه لائك من نهار اول حاجة عندو كيش تلع الجن جيب وكيش تلعج الجيب المصروف دير لهدا ما تقلسيش من الخدمة ما تقلسيش في الدار ما تقبلش على الزوج اي زوج كان لانك انتي بغيت تظوجي لا لا هذا المجتمع يمشي نتحرصه مع الحيط شوف انتي شنو مخرجاك خرجوا لي من جي الباب المجتمع خرجوا لي من جي الباب بغيت نبان على البنات فلانا تزوجت فلانا دارت فلانا الله يعطيكم استراء وشوفوا هانتو ما النموذج قدامكم هواقي الله كتباه جو السواء هادي خديجة وريفلام بلارا عنده ليدات صغر وما خدامه وما عارفه شنو تدير هانتو ما هوا قدامكم هكذا نقول لك الخدمة ديالك اشه كنز اشه كنز هذي خدمه ديالك ا نري زب لها زراسك لأنكwa كنت يطحي يموت confess أو توقع وشي حاجة او تمرضي أو شي حاجة اشه كنز كبار لك الحقيقة انك امرار ذاتي الحاجة اللي بهذا يجاجيك صحيب اكم coordinates ليه انكم دانا شنيئ انفسكم و حاجة اراغكم و رانيا بكم اشه كنز